اذا الانسان يطلب الحق الله سبحانه وتعالى جعل الحق بكيفية بحيث انه طالب الحق يصل اليه ايه مرة واحد تحقيقه مو لاجل الوصول الى الحق تحقيقه لاجل ان يجد نقاط ضعف مثلا او ما يمكن ان يستغله ويموه على العوام من الناس انه نقطة ضعف هذا لعل الله لا يهديه لان هذا مو طالب حق لان اكو بعض الناس مثلا من غير المسلمين يجي يقرأ القرآن يقرأ كتب المسلمين لا لكي يكتشف الحق لا وانما يجي حتى يلقي لفت نقطة ضعف حسب توهمه حسب تصوره حتى يهرج عليها لا هذا ما يفيد لكن اذا الانسان كان طالب حق يصل اليه موسيقى 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 شكرا